وعود إلى الخبر الأبرز في النشرة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الزراعة والموارد المائية والري ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة المياه للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة وخلال الاجتماع تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية ومخطط توفير المقنن المائي الخاصة بزراعة مشروعات استصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتشكة وغرب الدلتة فضلا عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر القادم وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية خاصة من خلال نشر نظام الرئيس الحديثة للأراضي الزراعية وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها فضلا عن الاتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية على امتداد الجمهورية للحفاظ على هذا المورد المائي الهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر